اعزائي الكتاب طبعا بكل وضوح بعلمنا اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم هو ذا الآن وقت مقبول هو ذا الآن مش بكرة الآن وقت خلاص هذا القرار اللي بتصنعه اليوم هو بحتم مصيرك وقرارك الأبدي أنا بصلي من كل قلبي إنه تتذكر تذكر ماضيك تذكر حياتك إذا شيء ما بشرف وإذا عايش في الخطية الرب صنع الفداء المسيح مات من ألفين سنة كل ما عليك إنك أنت تأخذ لحسابك شو الرب فعل من أجلك من ألفين سنة تعترف بخطيتك اتوب عنها تآمن بالرب يسوع المسيح وفعلا هذا اليوم يكون يوم تاريخي في حياتك ما هيش بدها معضلة كتابية ولا فصاحة أو سلاسة كلام هي بكل بساطة سكب القلب أمام الرب تقول له ارحمني يا رب أنا الخاطئ يا رب نجني عارف لما بتطلب تقول له يا رب يسوع أنا بدعوك اليوم تيجي لحياتي حتى تكون أنت المخلص أنت الرب أنت السيد والملك على حياتي على فكرة منحب نسمع منك الرب يباركك اشتركوا في القناة